اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكرة 24 رمضان بكرة الحد وبيقال ان العيد الحد اللي بعده مر الشهر مر شهر من عمرنا والايام بتيجي من عمرنا واحنا مش هنا في خلال الشهر ده اللي تعلمنا هل خدنا الدرس معرفش كل واحد اضرب نفسه وحضراتكم بتختموا القرآن وانتو بتقروا القرآن هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقمتوا من رحمة الله ان الله يخفر الزنوب جميع الناس اللي هم لسه متشككين وفيه قصص كتيرة جدا باسم شؤتاء قولها لحضراتكم ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وفي القرآن كله هتلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى وانتو بتقروا عاقب قوم لو وشعيب واهود كل الاقوام دي او القرون القرون في القرآن بمعنى الامم اللي هم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يصدقوا الانبياء والرسل كان عقابه بيحسب بهم الارض ويرسل عليه مريحا صارسانا واشياء كثيرة جدا في القصص وحضراتك بتقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا ليهزبنا وليس ليؤدبنا كل اللي احنا فيه ده اتمنى ان كلنا نطلع كلنا يعني يعني كلنا بقنا زي بعض كورونا عملت ايه كورونا عملت ترامب زي اصغر واحد عام النظافة ان اكرامكم عند الله اطقاكم مش كده ولا ايه فيه دروس كتيرة جدا بس الدرس الاهم في شهر رمضان في ايام العتق من النار نروح لربنا بقلب كده ايه ونبقى ابنية وحنا بندعي نبقى وثقين ان عندنا حص نظن بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لدعاء لدعاءنا ندعي وندعي امهاتنا وابأنا هؤلاء اللي تحت التراب امهاتنا وابأنا والراحلين عننا اللي تحت التراب نقعد ندعي لهم وندعي لنا كلنا بظهر الغيب وانت حضرتك بتصلي وانت بتدعي ادعي بظهر الغيب فهتلاقي فيه ملك يقول لك وللدعي مثل ما دعا يا رب سبحانه وتعالى تعيد علينا ايام شهر رمضان مرات ومرات بس في ظروف وايام تكون احسن من كده تبقى المساجد مفتوحة والترويح مفتوحة واللمة موجودة والحب موجود بعيد عن مسلسلات رمضان اللي كلها عمت وقتل واخوات بيقتلوا بعض وبيتأمروا على بعض وشيء بشع الحقيقة بيقصر لها ده موضوح تاني هلو بقى نتكلم فيه انما باختصار لا في تنظري قوي تركيا الولايات المتحدة الامريكية غزت العالم كله بتصور هوليود وبتصور الستات الحلوة والسياحة الجميلة وبتعمل ده تركيا غزت العالم العربي بالبنات الحلوة وبالشباب الوسيم وبالمناظر الخلابة وبالبصفور وبالمناظر الخلابة